بسم الله و الحمدالله و السلام على رسول الله اليوم بإذن الله سأتتكلم عن الديت بيكر المقصود في التاريخ مثل ما إذا أدخل هنا هدا و اتوجه هنا و مجرد الضغط في الطريقة على الحقل سيجيبن له عبارة عن هذا الصندوق ممكن يجيبن ر Anthemالي على الشهر والهنسة ويوم الذيِ أثغل عليه مثل ما إذا أدخل مثل ما احنا ملاحظين الان انا راح احمل input عادي اللي هو type راح يكون text ما راح اكتب type راح ب id اللي هو date ال id اللي هو date و انا راح اعين له انه حدد ال id اللي date . طبك لعليه date . الان بتوجه لصفحتي هنا مثل ما احنا ملاحظين هذا هو الحق اللي انشأته بيحمل ال id اللي هو date الان هذا ال id date راح يطبك على date راح يطبك على date الان بضغط هنا مثل ما احنا ملاحظين اظهر لنافذة مكتوب فيها اللي هو او الصندوق التاريخ مثل ما احنا شايفين الان بضغط ارقم 8 مثلا راح يجيب اللي هو تاريخ اللي هو اليوم والشهر والسنة اليوم والشهر والسنة خيب هنا راح اعين له انه date مثلا date format كيف صيغة السنة او صيغة التاريخ راح يكون مثلا d d اللي هو العبارة عن day m m اللي هو month y اللي هو السنة الآن لو بنتوجه مثل ما احنا ملاحظين ان هذا هي صغة التاريخ لكن الان بضغط راح تتغير الصيغة مثل ما احنا ملاحظين اليوم الشهر والسنة اليوم والشهر والسنة ممكن اضيف سلاش ما في اي مشكلة هذا الشكل ممكن اضيف سلاش عادي توجه هنا بضغط راح يجيب لي اللي هو التاريخ ولو بحاول اكتب هنا ما راح يكتب ايضا لابد ان اختار من هنا مثل ما احنا ملاحظين جاب ليهم ممكن اختار العام لوحده فقط السنة يعني بضغط هنا راح يجيب لي اللي هو لالفين واثناش اي شي بضغط راح يجيب لي الالفين واثناش ممكن ال day لحال او اليوم بيدي بهذا الشكل راح يجيب لي فقط اللي هو اليوم اللي باختاره راح يجيب لي اليوم اللي باختاره ممكن ايضا ال M M اللي هو المام راح يجيب لي اللي هو الشهر اللي هو رقم ثلاث بضغط اي مكان راح يجيب لي اللي هو الشهر لوحده